كابتن ميدووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اعتقد ان يمكن كابتن حسام البدري اتكلم معهم بشكل كبير جدا وقال لهم لابد طبعا من غلق الصفحة الماضية التركيز في هذه المبرامة وبرامة مهمة جدا عارفين طبعا ان فريق مصر المقصة يمكن هو خلف النادي الاهلي في هذه البطولة النادي الاهلي طبعا متصدر ب45 نقطة فرق طبعا خمس نقاط عن فريق مصر المقصة بنتمانا طبعا نهارده يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي ارجع معاك كابتن ناميدو طبعا بنتطمن على الفريق وهقولك طبعا على طول تشكيل فريق النادي الاهلي بيبدأ النهارده في حراسة المرمى شريف اكرامي اربعة خط الظهر طبعا من اليمين محمد هاني اتنين مساكين سعد السمير ومحمد نجيب ونحية الشمال علي معلول في وسط الملعب اربعة في وسط الملعب حسام غالي وحسام عشور ومؤمن زكريا واميدو جابر والفرودة جونيور اجاي وعمر جمال طبعا في دكة البودلاء كل من احمد عدل عبد المنعم واحمد حجازي وعماد متعب ووليد سليمان وصالح جمعة وكريم ندفد واكرم توفيد بيخرج طبعا من القائمة عدد كبير جدا سواء من اللعبين الاصابة او الرؤية الفنية او النهارده كمان الخروج من القائمة رغم طبعا دخول عمر بركات واكل بالي في القائمة لكن يمكن خرج عمر بركات طبعا واكل بالي من القائمة طبعا الخاصة به المباراة وكمان طبعا بنتكلم بشكل كبير جدا على الاحماء اللي هيكون بعد الحصارات بالنسبة للنادي الاهلي ارجع معاك كابتن ليه تشكيل نادي الاسماعيلي محمد عواد محمد متولي ريتشارد باهر المحمدي وبهاء مجدي في خط الظهر في خط الوسط محمد فتحي وحسني عبد الربو وعماد حمدي وابراهيم حسن وفي الهجوم اسلام عبد النعيم وديجو في الاحتياطي محمد مجدي ومحمد عيد الجمعة عمر الوحش نادر رمضان محمد جاسم وشكر نجيب وأحمد السعيدي طبعا يمكن في هذه اللحظات بيجري طبعا الإحماء فريق نادي الاسماعيلي في هذه اللحظات طبعا يمكن لسه حتى هذه اللحظة لم يدخل فريق النادي الاهلي طبعا لهذه المباراة ويمكن طبعا دلوقتي شايفين أحمد الشناوي متواجد طبعا في الملعب النادي الاهلي بيجري طبعا الإحماء بجانب طبعا شريف كرامي الأمور زي ما بكلمك ماشية بشكل طيب جدا لفريق النادي الاهلي لكن لو برجع معاك كابتن ميدو ليه الإصابات بيخرج طبعا النهاردة بشكل كبير جدا أحمد فتحي وعبدالله السعيدة 2 من الركائز الأساسية لفريق النادي الأهلي بجانب مروان محسن وباسم علي ورامي ربيعة وعمر السلية بجانب كمان يمكن مسعد عود اللي كان تعرض ليه كادمة أخيرة في الميران الأخير ويمكن فقد الوعي لمدة دقائق بسيطة لكن سرعان طبعا ما تدخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي ويمكن مسعد طبعا جنبه طبعا هو خرج طبعا من الميران لكن حالته مطمئنة بشكل كبير جدا كل التوفيق طبعا كابتن ميدو لفريق النادي الأهلي اليوم مباراة همة جدا عايز كمان نكلمك على أرضية الملعب يمكن زي ما احنا شايفين في أرضية ملعب في السادي الجيش بالسويس حاجة مميزة جدا ويمكن بتساعد اللاعبين بشكل كبير جدا على تواصل في الكرة ويمكن مفيش مطباط في الملعب حاجة مميزة ورائعة جدا متمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة النادي الأهلي طبعا عنده إصابات كثيرة وزي ما شفنا طبعا في المنتخب كل مباراة المنتخب عدد كبير من العادة النادي الأهلي كان بيشارك بصفة مستمرة ويمكن ده كمان سبب إجهاد كبير جدا للعبين زي ما بقولك يمكن النادي الأهلي النهاردة فقد